هروح للمقدمة دايما انتوا عارفين حضراتكم ان احنا بنجيب لكم يعني قضية ونقضي ناقشها قضيتنا النهاردة قالوا وهي مدرسة الموهوبين يمكن فيه جيل كبير ما اسمعش عنها المدرسة دي فتحت في اواخر التسعينات او فتت التسعينات وقافلت 2010 هتقول لي ايه مدرسة الموهوبين دي يا كابتن انا اقول لك اشرح لكم ببساطة عشان تعرفوا قدي ايه كان ليها دور في الرياضة وقدي احنا نفسنا ترجع تاني مدرسة الموهوبين دي كانت مكانها خلف استاد القاهرة هي كانت مدرسة داخلية وكانت بالمناسبة كانت الاول سنة ورياضة وبعد كده برعاية وزارة الشباب ورياضة تم تسميتها مدرسة الموهوبين فيها مجموعة من اعظم المدربين في مصر هم الكشفين بيروحوا يشوفوا اللعيب هنا واللعيب هنا في كل العلعاب على فكرة مش كورة القضب لان هدولكوا اسماء مش هتصدقوا انه طالعين منها بيروح يجيبوا لعيب من هنا كشفين بتوع زمان بقى بس بشكل فورمل رسمي وبشكل يعني مسيطر ومترائب من وزارة الشباب ورياضة مدرسة داخلية بتجيب اللعيبة وتنطقيها من كل حتة بسن صغير لانها كانت مدرسة اعدادي وسنة اعدادي يعني احنا بنتكلم من سن 9 سنين 10 سنين 11 سنة يعني لسه في بدايته بيروح يجيبوا المجموعة دي ودخلهم المدرسة الداخلية دي من اول ما بيصحى الصبح لغاية ما بينام يا بيزاكر او بيدرس بيحدى دروسه يا بيتمره يا طبعا نايم في المدرسة المدرسة دي طلع منها منتخب الشباب اللي لقى بكاس العلم في اخذ السنين في مصر هديكم بعض الاسامي للذكر وليس الحاصر كان فيها مين شيتوس هدفيها حسني عبد الرب طلع من المدرسة دي سعد سمير طلع من المدرسة دي احمد جمل طلع من المدرسة دي احمد سمير فرج احمد حسان ميدو اوسام ابراهيم اليماني محمد رزق كل الاسامي واللعبة دي لعبة منتخب الشباب والناشئين اللي لعبوا في اسكندرية اخرت السنات وبقى كده راحوا انديات انديات اخرى بقى ليهم شنة ورنة طيب الالعاب الاخرى هتقول لي بس دي كل القدم لأ لأقولك مثلا في رفع الاسقال محمد اهاب اه محمد اهاب اللي بيلعب دلوقتي واللي كان مرشح الاولمبياد لولا موضوع المنشطات بتاع الاتحاد كان جاب لنا مديلية اولمبية محمد اهاب من خارج منها احمد بدير ملاكمة مصطفى الجمل عندك احمد سمير رمح محمد عبنعم همام اللعب كوة احمد الاشرة مصرعة عندك معتز محمد جودو سومو ناسف يلعب لعبة السومو يعني انا اصدق لكم انه النجوم كبار خرجوا من المدرسة دي مدرسة دي قفلت 2010 احنا من برنامج الابطال بنستعيد هذه الذكرة انت معندكش كشفات طب كشفين يرجعوا يكشفوا عن اللعبة ويجيبوهم طب ما نرجع المدرسة دي المدرسة دي مدرسة داخلية يعني انت مرائب الناشق مش بس كده انت كمان بتشرف على تربيته بتشرف على ثقله لان احنا اللعبة وهي صغيرة ازمتها الاساسية هي المتحانات والمذاكرة انت بتحل لهم الموضوع ده وعلى فكرة مدرسة الموهوبين كان ليها وضع تاني خالص في وزارة تربية والتعليم في الامتحانات وترتيب الامتحانات وجدول الامتحانات عشان بالتنصيق مع وزارة شباب الرياضة عشان في الاخر بيسهلوا مهمة مين اللعبين بالزبط يعني كأنك سفرت او خدت المجموعة دي وروحت بيها امريكا هو في امريكا بيحصل ايه بيحصل كده انت بتاخد سكولرشيب او منحة بتروح احد الجماعات الامريكية او احد المدارس الهاي سكول في امريكا وبتخش تبقى مقيم هناك وتلعب وتذاكر وتدرس بتبقى حياتك كلها من اول ما تسحل تنام كلها شغل ومجهود انك سفرت المجموعة دي امريكا فاحنا بنناشد المسئولين يا ربي بسمعنا انها يعني ممكن نعيدها هذه الفكرة ليه لا طبعا هو فيه مشاريع قومية موجودة دلوقتي طبعا وزارة الشباب الرياضة بتقوم بدور كبير فيه في السكواش مشروع قومي وفيه فيه فيه ألعاب كتير مشروع قومي الحقيقة بس الفكرة ان انت تربطها بالتعليم فكرة قديمة يعني نفسنا نستعيدها تاني وترجع تاني مدرس المهوبين ويرجع تاني تبقى مش بس مقرها خلف استاد القاهرة لا دا تبقى في كل محافظة يا جماعة انا بتكلم على ان انت بتبص الالومبياد هتخرج لك ابطال ابطال عالم الموضوع يعني ناجح جدا من وجهة نظرنا واحنا دور الاعلام ان احنا نحط الدوق على الحتة اللي ايه اللي ممكن تكون منسية ممكن محدش فاكرها احنا كاعلام بنحط الدوق بشكل محترم ومهزب عن فكرة معينة نفسنا في يوم الايام ترجع لان احنا نجحت بالفعل وكان الحقيقة المشروع دا كان فكرة وزارة شباب الرياضة وتم تطبيقه كان بيديره احد الكباتين تقريبا اسمه كابت المصطفى بيسة تقريبا على ما تذكر كان يعني مدرها ونجح بشكل كبير جدا انه يديرها يعني انا بستعيد معكم الزكرة لان دا انا وانا بلعب كان اللي بيروح للمدرسة دي يقولك دا لعيب بروميسينج دا شايفين فيه حاجة مهمة وجايبين احسن مدربين بيمرنوه وبالتالي احسن مدرسين بيدرسلهم فالحقيقة يا رب نرجع او نفتكر او نعيد الزكريات تاني ويرجع تاني مدازة الموهوبين دي تشوف النور من تاني وتبقاش بس في القاهرة الكبرى لأ نروح نبلد المية وعشر مليون مصر ولادة هتلاقي في كل محافظة فيه موهوبين يبا احنا نروحنا لهم وربطنا التعليم بالرياضة اللي احنا طول عمرها بالنديلة احنا عملنا مثال زغير والمثال ده يتعمى مع المحافظات نتمنى يا رب ان ده يلقى يعني استحسان ويلقى ان شاء الله يعني اهتمام من المسؤولين ويا رب نشوفه تاني